بحال مرر كما قلت اليمدكون الأغلبية القوى المؤمنة ويمكن أن يمرر هذا القانون يعني ما هي تدعيات المحتملة هل سنعود للمربع الأول نشط تظاهرات عارمة شهداء لا سمح الله جرحى يسقطون يعني وما دور التيار الصدري هل سيبقى صامتا هل أم أنه ربما سيتدخل بقوة النتائج لا يمكن التكهن بها لأن الشعب العراقي في الحقيقة مواقفة سياسية بواقف ممكن أن تحصل في أي لحظة وأيضا تتغير في أي لحظة وكذلك هناك مؤثرات إقليمية ودولية لا بد من حسابها لا بد من المحافظة على الاستقرار السياسي داخل البلد من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وإدارية وغيرها من الأمور لهذا السبب نحن نأكد على هذه القضية أنه لا ينبغي استفزاز الشارع العراقي لا ينبغي إعادة تشكيلات يرفضها الشعب العراقي لا بد من إعادة النظر بمجالس المحافظات وبعمل مجالس المحافظات لأن نقبة الشعب كانت في عام 2019 بشكل أساسي على عمل مجالس المحافظات وتسببت بإنهاء عملها وبالتالي العودة والعدول على التطورات والتغييرات السياسية التي حصلت هذا الأمر في الحقيقة تراجع مؤشر سلبي لدى المواطن العراقي وربما سنشهد تظاهرات واحتجاجات في الأيام القادمة أو عند حصول متغيرات سياسية واقتصادية